اهلا بكم معدنا النهاردة مع نبات نقدر نقول عليه نبات التناقضات لانه ممكن يزرع في الزل وممكن في الشمس ممكن في تربة طينية وممكن في تربة رملية ممكن يزرع في القصص وممكن في الحضائق ممكن لوحده وممكن يستخدم في تحديد الحضائق والتشكيل مع نباتات تانية وكمان ممكن يكون مفيد وممكن يكون مضر فهل فعلا الأكاليفة بتساوي وزنها فضة؟ ده اللي هنعرفه لما نتابع مع بعض الفيديو للآخر وزي ما تعودنا في قناة زراعة سهلة بنقدم لحضراتكم المعلومة المفيدة الأكيدة ولما بنتناول نبات اتفقنا بيكون الفيديو كاتالوج ومرجع للنباتات ومع الأكاليفة الكاتالوج هيشمل أولا الوصف النباتي وأنواعها ثانيا الظروف المناسبة لزراعته في المنزل وفيها هنتعرف على التربة المناسبة المكان المناسب الحرارة والشمس ثالثا طرق العناية وفيها هنشوف إزاي تتم عملية الري والتسميد والتقليم رابعا كيفية التقاصر لنبات أكاليفة خامسا الأمراض والأفات اللي بتصبها ثم السؤال المهم هل الأكاليفة نبات مفيد ولا نبات ضار؟ وهل فعلا هي بتساوي وزنها فضة؟ وانتابع أولا الوصف النباتي الأكاليفة من نباتات الزينة المعمرة مستديمة الخضرة متميزة بأناقة أوراقها المزرقشة والمبرقشة وحفتها النحاسية اللي أعطتها اسمها المشهورة به وهو نبات النحاس أوراقها مختلفة الأحجام منها الحجم المتوسط ومنها الحجم الكبير اللي ممكن يوصل لـ 15 أو 20 سنتيو كمان الورقة الوحدة بتتكون من درجات اللون الواحد يعني درجات لون أخضر بألوانه أحمر بألوانه أصفر بألوانه أو بلونين مختلفين والأكاليفة نموها بيكون كتير التفرع وممدود لها أشكال كتيرة وكلها أشكال غريبة ومتنوعة وده اللي بيميزها عن معظم نباتات الزينة واللي بتضيف لها روعة ومظهر جمالي بتخلي كل اللي عايز يزين حدكته يزرعها بتستخدم كسياك في الحضائق العامة والمتنزهات كمان بتزرع في الأسس في البلكونات وعلى الأسطح وممكن تزرع في مجميع شجيرية لوحدة أو مع نباتات من أنواع تانية وبتعتبر شجيرة تعتبر الأكاليفة شجيرة وأقصى ارتفاع ممكن توصل له متر وأقصى عرض برضو ممكن توصل له متر أنواع الأكاليفة في أربع أنواع مميزين ومهمين الأكاليفة أكاليفة هي سبيدة أوراقها خضرة ولها لمعة مميزة أكاليفة والكسيانة أوراقها خضرة برضو لكن محددة باللون الأحمر والبني والنحاسي ودي بتستخدم أكتر في تنصيق الحضائق ماكروفيلا أوراقها حمرة مارجيناتا وأوراقها خضرة والحواف بيضة وبتنمو في الشمس المجربلة والمباشرة الصور بتوضح أنواع الأكاليفة ثانياً الظروف المناسبة لزراعتها في المنزل التربة المناسبة التربة المتاحة عند حضرتك هتكون بإذن الله هي التربة المناسبة بكل اختصار التربة بتكون خصبة غنية راتبة سهلة الصرف وأفضل أنواع التربة المناسبة خلط نص الترباتين مع نص رمل لو كانت دي زراعة كاريجية أما لو كانت زراعة داخلية فالأفضل زراعتها في خليط من البتموس مع الرمل أو البرلايت النبات محب للرطوبة فضروري المحافظة على رطوبة التربة من جير ما تكون التربة مغمورة بالمي طب إيه المكان المناسب؟ بيختلف المكان المناسب لنبات الأكاليفة باختلاف أصنافها وألوان أوراقها فالصنف اللي أوراقه خضرة اللي هو أكاليفة هسبيدة بيفضل الأماكن المشمسة والصنف اللي أوراقه أحمر نحاسي اسمه أكاليفة والكسيانة بيفضل الأماكن المزللة والنعضة ممكن نحطه داخل المنزل كنابات داخلي وكمان في البلكونات في بعض أوقات النهار ونخلي بالنا لو زرعناها في أصيص يكون حجمه كبير لأن جزوره منتشرة ومتشبكة وكمان يكون المكان محمي من الرياح القوية اللي هي أشد أعداء الحرارة والشمس بصفة عامة النبات بيتحمل العوامل القاسية من درجات الحرارة واللي ممكن توصل لـ 45 درجة وده خصوصا لنوع أكاليفة هسبيدة كمان الأكاليفة والكسيانة بتتحمل نفس درجة الحرارة لكن في ضوء ساطع من غير التعرض للشمس المباشر وبصفة عامة الأكاليفة ما بتتحملش درجات الحرارة المنخفضة والبرودة وفي الشتاء ما تنزلش الحرارة عن 15 درجة هو نبات استوائي فطبيعي هيكون محب للتقسي الاستوائي الراتب الراتب الدافي في الشتاء وبيكون معتدل في الصيف لكن مهم نعرف أن لون الورقة بيتطور بشكل أفضل على النبات اللي بيوصل له دايما الضوء الساطع ثالثا طرق العناية به وإزاي نعتني بها ده من خلال الري والتسميد والتقليل الرأي بشكل عام ممنوع تعطيش النبات نهائيا قصوصا في فصل الصيف ولازم تكون التربة متوسطة الرطوبة بشكل مستمر لكن مش مشبعة بنروي يوم بعد يوم فصل الصيف وممكن فيه فصل الشتاء بنروي مرتين في الأسبوع أو حسب المكان اللي موجود فيه بنحدد إزاي نرويه المهم عدم تعطيشه هو محب للرطوبة في التربة والرطوبة حواليه وعشان كده بيفضل نرش أوراقه بصفة منتظمة التسميد القاعدة اللي عندنا ممنوع التسميد في فصل الصيف خصوصا التسميد بالأسميدة العضوية نباتية أو حيوانية أما التسميد الصناعي الكيماوي بنسمت به عند الحاجة ونخلي بالنا نهتم بالتسميد الأزوتي والفوسفادي لأن احنا هنا بنهدف من التسميد المجموع القدري التقليم يفضل تقليم النبات إما في الربيع أو في الخريف لكن بيفضل التقليم في فصل الربيع عن التقليم في فصل الخريف للحصول على أفضل إنتاجية من الأوراق وده بيكسبه جمال مميز ده ما يمنعش أن القص الخفيف وتهزيب شكله كل شهر تعريبا عشان ما يطولش ويعرض ساقه ويصعب تشكيله كمان ضروري تقليم أي أزهار بتظهر له لأنها بتضعف النبات وبتضعف نمو الأوراق لو سبناها تن نعم الظهور لها جمال خاص لكن مع النبات ده ملهاش أي قيمة جمالية واضح أنها ملهاش أي قيم هو بيزرع لجمال أوراقه مش لأزهار رابعا التقاصر بيتقاصر النبات بطرقتين إما عن طريق العقل كان ده من الساق أو العقل الطرفية والطريقة التانية من البزور وبتعتبر طريقة العقل هي الطريقة المنتشرة عن التقاصر بالبزور كمان فيه طريقة تالتة أحسن من الاثنين لو عرفت أن شتلاته بتتباع في جميع المشاتل بأسعار رخيصة جدا ممكن الشتلها من ثلاثة لخمسة جنيه وموجود بالمشاتل كل أنواعها اللي تكلمنا عنها فالأفضل تجيبهم شتلات من المشتر خامسا الأمراض والأفات اللي ممكن تصبها النبات زي ما قلنا بيتحمل العوامل البيئية القاسية زي الإصابة بالأمراض وبيتحمل الأدخنة والجبار لكن قليل التحمل لبعض العوامل زي الرياح عدوه الرياح والجفاف والأملاح كمان بيتحمل الإصابة الحشرية ما عدا يرقات الفراشة لأنها بتحب أكل أوراق وبشراها وهنا الوقاية والحماية بتكون لازمة للنبات بنوصل للسؤال المهم هل الأكاليفة نبات مفيد ولا دار والإجابة بعد الفاصل ونات فرصة لحضرتك لو عجبك الفيديو ياريت إعجابه مشارقة ولو كنت حضرتك أول مرة تشرفنا ياريت اشتراك في القناة بضغطة بسيطة على جرس اشتراك تكون معنا الأكاليفة نبات سام في أوراقه لبعض الحيوانات ومعنى سام مش بلامسه لكن بأكله بكده هو ضر الحيوانات لكن بالنسبة لإنسان فممكن استخدامه لعلاج أمراض التهابات الجلد الفطرية وبيستخدم في الصناعات الصيدلية لأنه بيحتوي على مركبات فعالة في التقام الجروح وإزالة السموم كمان بتستخدم مركباته في علاج اضرابات الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم أخيرا هل فعلا نبات الأكاليفة بيساوي وزنه فضة؟ وإيه هي المقولة دي؟ بنرى البحث ده اللي هو بنقول فيه أن تمكن الباحث المصري دكتور علي محمد الهجرسي الباحث بقسم كيمياء وتصنيف النباتات بشعبة الصناعات الصيدلية بالمركز القومي للبحوث الباحث تمكن من استخدام مستخلص بزور نبات أكاليفة لتحضير جسيمات فضية لها الكدرة على تحفيز نشاط البكتيريا وده بيفتح المجال لاستخدامها في الصناعات الجزائية كمادة طبيعية بديلة عن المواد الحافظة الكيميائية فيما يعرف باسم الكيمياء الخضراء بيقول دكتور الهجرسي هرف عن معدن الفضة منذ القدم قدرته على قتل الكائنات الدقيقة والتحالب حتى أن الناس كانوا يضعون في قرب الماء المصنوعة من جلد الشاه قطعا معدنية من عملات الفضة أثناء الرحلات الطويلة لتحتك هذه العملات مع بعضها فيحدث الزوبان لجزء بسيط من الفضة في الماء في صورة مسحوق ناعم جدا بيكون هذا المسحوق وسيلة في قتل البكتيريا وتطهير الماء وقدم حديثا علم النانو فرصة أفضل لاستخدام هذا المعدن في إنتاج جسيمات نانوية تعطيه فاعلية أكبر في قتل البكتيريا وبيكمل دكتور الهاجراسي يقول ولكن الجديد الذي يتنافس فيه الباحثون هو البحث عن مصادر طبيعية وغير تقليدية لإنتاج هذه الجسيمات وكانت مساهمتنا في هذا الاتجاه عبر استخدام نبات أكاليفا والجديد اللي بيقدمه الباحث هو استخدامه في الصناعات الجزائية بتحضير مركبات الفضة اللي استخلصها من بزور نبات أكاليفا وقام بتقييم نشاطها ضد البكتيريا المسببة للأمراض والفطريات في الصناعات الجزائية وإنتاج أظهرت أن الجسيمات النانوية الفضية اللي بيتم تحضيرها من خلال الإسيل المستخلصة من بزور النبات كان لها نشاط مضاد للجرسيم والفطريات بشكل أقصر كفاءة من معضن الفض يبقى هي بوزن الفضة أو أكتر ده من خلال خلات الإسيل المستخلصة من بزور نبات أكاليفا في مجال الصناعات الجزائية وبالإضافة لفعالية المركبات دي في قتل البكتيريا فهي كمان بتتميز بسهولة التحضير كمان بتصب في الاتجاه اللي بيسع إليه العالم وهو الكيمياء الخضراء وهو ما يعزم من قيمته كده اكتمل عندنا الكتالوج الخاص بنبات الأكاليفا أتمنى أكون وفقت في الإلبان بكل ما يخص النبات دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة